مصر خير عن جديد وصلنا للفقرة الأخيرة لليوم الأربعاء معيارة مصر خير يا را مصر خير إليك أيهم وأيضا لإلك نور ومرحبا بكم مشاهدينا في كل أربعاء إلى هذه الوقفة الأسبوعية وهذا اليوم حديثنا عن ظاهرة قد تلامس معظمنا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وهي مجموعات الفيسبوك التي أصبحت بشكل أو بآخر ملاذا للكثيرين من يضحك ومن يبكي ومن يشخص إلى آخره فهل أصبحت بديلا عن عيادات نفسية أو اختصاصي النفسيين؟ نتابعنا كثيرون مننا قرروا الهجرة من بلد تخلى عنهم ولم يعود لهم سكنا فيه لكن القرار هذا لم يكن عن طيب خاطر بل قصرا ولعدم توفر البدائل لهم في مكان وزمان مختلفين عنهم وجوه أفكار وبئات جديدة حاولوا أن يخلقوا لأنفسهم مجتمعا جديدا داخل فضاء أزرق بداخله مجموعات التموا فيها يشكون هما أو يشخصون حالاتهم النفسية وفي بعض الأحيان الجسدية يضحكون هنا ويبكون هناك ويطلبون العون والدعوة فأحيانا تجد حكاياتهم من يسمعها وأحيانا لا تلقى أذن تصري كل بتجربته يغني هذا الفضاء المليء بالقصص الشيقة التي تكون محور جلسات للبعض خاصة أنه جمع أبناء مناطق مختلفة ومن مختلف مناطق اللجوء يجدون صديقا في فضاء إلكتروني قد لا يكون موجودا في واقعهم أحد المآخذ كان عدم احترام الخصوصية في مجموعات عامة ومشاركة تفاصيل شخصية عبرها ناقد وناصح ومستهزئ فهل باتت هذه المجموعات المغلقة والمفتوحة وطنا بديلا لسوريين منتشرين في بقاع الأرض؟ لن نحكي أكثر عن هذا الموضوع معي عبر سكايب روعة السمان وهي مدربة متقدمة واستشارية بالتنمية البشرية مختصة بالأسرة والعلاقات وتمكين المرأة وأيضا معي أمير الناصر وهو لاجئ بألمانيا مساء الخير لألكم ضيوفين بداية من عندك أمير خلينا نحكي سريعا عن قصتك قامت لجأت لألمانيا وقامت بلشت تدخل بالجروبات العلاقة بالواتساب عفوا بالفيسبوك ومنها الجروب الأخير اللي أنا شفتك عليه اللي هو قلبي قلبك تفضل السلام خير أنا سيارة وأنا إلي تقريبا خمس سنوات موجودة بألمانيا بأوروبا بشكل عام أول تجربة كانت إلي مع جروب هو قلبي قلبها جروب أنه يعني تشكي فيه شيء عم يصير بالواحد يعني الناس العادي بتخاف أن تحكي أي شيء عنا يعني إذا بيصيبوا لواحد مرض نفسي أو شيء عن نفسي تكون تعباني فتصنتوا عنا قسم المجتمع تصنتوا أنه مجنون بشيء بس الجروب هيدا فيه ناس يعني فيه ناس واعي فيه أشخاص أنه ممكن تفيدك يعني إذا وبالتالي أنت دخلت على هذا الجروب لأنه بتقدر تحكي لأنت حابب تحكيه بدون ما يكون في عندك قيود أو ناس يعني تأترك بصفات معينة أي طمام حلو خلينا نقول هاي الفكرة لمدام روعة ممكن هي كمان يكون عندها أجوبة من خلال مشاهداتك مدام روعة لهذا الجروب هل فعلا هو يشكل اليوم ملاذ لكثير من السوريين اللي معا بيكون عندهم كثير على آت مكان اجتماعية على أرض الواقع يسعد مساكن وأهلا وسهلا يارا موضوع اليوم جدا حيوي وفعلا مؤخرا ظهر هذا النوع من التواصل عبر وسائل التواصل اجتماعي اللي عم يكون كنوع من التفريغ نتيجة حالة جديدة بلشت تظهر انه عم نسمع بوفيات بين شباب سوريين ووجودين بألمانيا وبأوروبا ومما خلق حاجة لهذا البوح والفطفة ده وفتحت هاي الجروب بنوايا طيبة انه تعوي يا جماعا فطفة لحد يخلي بقلبه لأنه بنهاية نحن بحاجة أنه نتواصل بهذه الطريقة حتى نساعد أنفسنا ونقدم الدعم لبعض حلو يعني وجدت لهذا الغرض ولكن هل هي فعلا قدت هذا الغرض المطلوب منها أو اللي عملت على أساسه أم كان في هناك حالات أوقات يعني عم كانت البوصلة عم تنحرف ببعض الأوقات في ناس عم تحاول تكون تاخد دور مختص نفسي أوقات في ناس عم تاخد دور طبيب نفسي عم نسمع كنا بقصص فعلا حقيقية صارت على هاي الجروب هلأ فينا نقول أنه هايك نعم نلو جروبات بهذا الشكل اللي انطرح هو ممكن يكون نعم من وسائل التواصل وأكيد هو ليس حل لموضوع الأمور النفسية أو الأشخاص اللي بيحتاجوا علاج نفسي وخاصة أنه أنا هون حاب ننوه لنقطة كتير مهمة أنه فكرة الوفيات بين الشباب اللي صارت واللي خلقت هاي الحاجة ويلي عم يقال أنه هنين عم يكون سببه جاف وفعتهم جلطات قلبية بسبب الكبت يلي عايشينه أنا سمعت عن شاب أو أكتر من شاب هنين أنهوا حياتهم بإيدهم بس في هون نقطة كتير مهمة أنهنا للأسف ما زلنا عم نتعامل مع هاي النوعية من الكوارث الاجتماعية بسطحية بأنه عم نتستر عليها وعم نقول أنه هي جلطات قلبية وكمان عم يكون الحلول كمان سطحية لأنه أصلا الأسباب ما عم تكون واضحة عم تتعالج بوضوح لأنه عم يكون فيها هذا التعتيم تعطي هذا الموضوع الخوف الخوف يعني من طرحها المشكلة أو مثل ما ذكرت تأطيرها بالمكان الصحيح خلينا ناخد أيضا مداخلة من شخص عنده أصحابة بيحكي لنا يا هلأ على الهواء هو أيضا كان موجود بهذا الجروب وحقيقة تمت مساعدته هو وزميله أو رايبه معنا اسماعيل أيضا هو من اللاجئين بتركيا اسماعيل مساء الخير خلينا نسمع قصتك هيك سريعا مع المشاهدين وأيضا مع ضيوفنا قصت أرايبك خالد يلي تم إسعافه ومساعدته من قبل ناس متطوعين بهذا الكروب أهلا وسهلا فيك ونحن وسهلا فيك يا سيارة الله تعافي جميع إن شاء الله بالنسبة أرايبي خالد هو كان يعاني من مشكلة بالمشيء عن هذه السنوات هو أكثر سويا بصدره عنده التحابات القصبية قدت لهذا الشيء هذا أنه صمام طبع القلب وما بقي يشتغل نهائيا نتيجة الأوضاع في سوريا فقط والده والده وأخوه وكان موجود نعم نفس البيت بس هو الوحيد اللي طرع من عيلي بخير السلامة بس فقط والده والده هذا الشيء أكثر على نفسيته يعني بالإضافة نظرا لضيق الوقت إسماعيل خلينا نحكي على الجزء اللي بلشت في أسطوبي بتركيا يعني لما صارت معه الحالات اللي قلتلي إنه صار في دوخ ويصير معه أساس بالشارع هذا الشيء اللي قلتلي هنا عن تركيا طبعا هو ما عتمل له حدا نهائيا بسوريا فقط أهله لذلك شوي شوي الحارطة تأزمه زيادة عن اللزوم وقلتين في الشارع ما يحصلين في كل 10 متر 15 متر بيوقف لغيح شوي ما بحث بنهت بخير معه دوخة بخير معه فورا بصفار لذلك قداش أخذناه عن المشافي بفضل رب العميل المشافي التركي هون ما أصفروا معه نهائيا طلبوا أنه فورا دكتور أنه بده عملية فورا لتغييز صمان تبع القلب هون طلبنا دكتور أنه تبرع بالدم وخمس ساعة الشخص ما بيأسر إذا كانوا أتراقوا سوريين ما بيأسنك طبعا سابقا بدهن يكون أتراق هلأ سوريين ما بيأسنك فورا والله أنا ما بعرف أوشي القروب تبع قلبي قلبك الله يزيون الخير إن شاء الله فورا كما معرفت ناس أهل الخير هن اللي يعرفون عن هذا الجروب وفورا نشروا الخبر على الجروب قلبي قلبك والناس يعني صار تجينا من فتر معميق نعم الله يكثر خيرا حلو كتير يعني بعد نشر البوست العالم تواصلت معاكم وفعلا تواصلوا وقدروا يوصلوا معكم للمشفى وتبرعوا بالدم وكملوا معكم إجراءات العملية لوصل لبر الأمان صحيح؟ مزموط الحكي مزموط الحكي مزموط إسماعيل نحن للأسف لأنه الوقت شوي ضيق اليوم أنا حبيت أخذ مداخلتك وعليكم العافية يا رب وعن جد الله كتر من أمثالنا دول الناس لا تلمس أخيرا مع إذنك تفضل سريعا سبسين ناس عبتتراصلوا معي على الخاص إذا سماعيل إنه شو بلزمك من مادة من موافة من دواء من بيت لشيء إحنا أي شيء هنجازين حلو كتير يعني مو بس بوقتا كان في استدامة للعمل الخير وكان في تواصل معنا أيضا بدنا تشكرك إسماعيل شكرا كتير لأيلك بدي اعتذر أنا لضيق الوقت وأنتقل لمدام سعاد شكرا لأيلك إسماعيل لك مرة تانية والحمد لله على سلامة خالد مدام روعة يعني سمعتي هيك نوع من الأصص ويمكن هذا هي الغاية اللي نعمل منها هيك نوع من من الجروبات هل نحن اليوم فعلا بحاجة هيك نوع من الجروبات للقيام بمثل هاي مثل هاي تطوعات مثل هاي الأعمال اللي فعلا اليوم نحن كتير بحاجة بهذه الوقت وخاصة ببلد مثل تركيا تماما هلا مثل قصة شاب خالد اللي حصل على المساعدات أكيد هاي من أحد إيجابيات هيك نوع من الجروبات كمان مثل الأمير اللي حبي ينشر قصته وكان فيها نوع من التحفيز لحتى الشباب يتجاوزوا عوائق عم يواجهوها بالغربة فهي من إيجابيات هيك جروبات وبالنهاية بقول أنه حتى لو كانت الجروبات إلا هاي الفوائد إلا أنها ما بتغطي غرض العلاج النفسي تمام هاي الفكرة لتوضيح سبب الوفاة اللي عم تصير عند الشباب وهي ظاهرة عم تنتشر مؤخرا وبدأنتعامل معها بشكل واضح وبعمق وتحتاج إلى علاج نفسي قد يكون أحيانا الجروبات لكن ليست عن طريق الجروبات الموجودة بالفيسبوك وإنما ممكن يكون في نوع من الجروبات للدعم النفسي لمختصين ودكاترا وأسماء لهم باعي بهذا الموضوع أو موثوقة خليني أخد بس مداخلة قبل ما أختم معك مدام روعة أيضا مداخلة من أمير أمير أنت من الناس اللي شاركت قصة شخصية أيضا لإلك ويمكن هي بتمسك بشكل أو بآخر يمكن قلت لي لو كنت بسوريا ما كنت قدرت تشارك أنت شاركت قصة خاصة سواء أن كنت تشرب كحول أو غيره من المواد وحكيت عنها وحكيت عن تجربتك كيف قدرت تتخلص من هذا الشي وحاولت أنك تفيد الناس وتقولهم أن الإرادة موجودة فهل أنت حسيت بإحراج أن أنت تشارك شي خصوصي قدام ناس ما بتعرفهم وممكن أيضا ما بتعرف هنن شو خلفياتهم سواء كانوا موجودين بألمانيا أو بغير بلدان من اللجوء لا أنا شاركت قصة أنه كنت أشرب حشيش أو كحول مثل أغلب الناس اللي موجودة هون يعني اللي عايش هون بأوروبا فهمانش والوضع يعني بتعدي تحفيز بأكت شوية أمل من الناس يعني أوكي كومنت صغير بس ممكن يعطيك أمل ممكن يعطيك قوة يعني هذا شي أنه أكي كثير لم أخفت قبل ما تكتب البوست وتحكي شي خاص فيك أنه الناس ممكن مثلا تقرح هذا الشي أو تصور مثل ما نعمل يمكن مع أشخاص بالنهاية يعني يعني فكرة الخوف عندنا هي اللي بتوصل لأنه أنا خايف من الموضوع هذا أنه لا بدي تحمل لحالي أنه أنا عملت شي كتير غلص لا هو شي عادي يعني أي شخص أنه ممكن تقبل الناس هذا الموضوع هو ممكن يخوفك بشكل عام الأشخاص الموجودين بالجروب يعني أشخاص وعيين مثقفين حلو إذن كان في ثقة بالوسط المحيط وبهذا الجروب خلينا انتقل بآخر نقطة لمدام روعة مثل ما ذكرنا قصة خالد أنه ممكن هو فعلا يذكر شي كتير خاص فيه يعني قدش فعلا هذا المكان ممكن يشكل مساحة ثقة لهؤلاء الأشخاص اللي يشاركوا مثل هيك تفاصيل شخصية بحياتهم وما تنقلب عليهم تماما موضوع الخصوصي هو أمر كتير شخصي بالنسبة لأمير تجاوز هذا الموضوع تجاوز الخوف من هذا الموضوع وهي نقطة كتير مهمة ويمكن هون بدي صليت تضع على نقطة أنه يمكن أمير لأنه تجاوز موضوع أنه كان يشرب أو يتعطى الشيء وبالتالي هو يقدم قصة تحفيزية أنه قدر يتغلب على هذا الشيء وبالتالي هذه قصة ممكن أنه يتشجع ويتجرأ أنه يشارك خليني تخيل معك شخص آخر غارق بهذا الموضوع بسبب اكتئاب عم يعامني منه فهو أكيد ما رح يكون عنده جرأة ورح يضل خاضع لمخاوفه وحتى إذا تجرأ وعرض مشكلته مو بإسمه الحقيقي هذا الشيء ممكن يجي تعليقات ممكن يكون أمير عنده قوة شخصية يقدر يستوعب أي عنوى التعليقات بينما الشخص اللي عنده ابتئاب وبدرجة متقدمة أكيد هذا الشيء ما رح يدعمه بالعكس رح يرجع لورا بالنهاية موضوع الوعي لما تكون يضمن جروب في عدد هائل من الناس ما فيك تضمن هذا الموضوع لذلك بحاجة الإنسان لمساحة آمنة لحتى يقدر يبوح هو شاعر بالأمان ليقدر يحصل من ناس ثقة على العلاج اللي هو بحاجة له وهذه المساحة تكون موجودة مثل ما ذكرت مع أخصائي نفسي أو طبيب نفسي اللي هو كفو أنه يتعامل مع هك موضوع للأسف أنا وقت انتهى ولكن موضوع كالشيق كتير بتمنى نرجع نفتح ملفات بالحلقات القادمة روعة السمان مدربة متقدمة واستشارية بالتنمية البشرية مختصة بالأسرة والعلاقات وتمكين المرأة شكرا لك وأيضا بريد تشكر أمير الناصر لاجي في ألمانيا أتمنى لك التوفيق يا أمير شكرا كتير لوجودك معنا اليوم ولكي باع يمكن أنت نور بهذه الأعمال الخيرية كمان بريد تشكر وتشكر أيها ورجعلكم بخيتام شكرا لك كيارا شكرا لك كيارا شكرا لك وشكرا لك الذي شاهدونا اليوم لهن تخلص فقراتنا إلى اللقاء نشوفكم بكرا اشتركوا في القناة